اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا احنا اضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد للكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فاي حدا حابب يدعم القناة بامكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع هتلاقوه موجود في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف ايضا اسفل الفيديو وبتمنى انكم تطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف اسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ السؤال الاول اضع دائرة حول رمز الاجابة الصحيحة في ما يدي ما خيمة واحد وثلاثة وعشرين من مية ضرب اتنين طبعا زي ما حكينا لما نضرب عدد عشري في عدد صحيح بنضرب العددين بدون فواصل بعدها بنضيف الفواصل يعني بنضرب مية وثلاثة وعشرين ضرب اتنين بيطلع عندي تلاتة في اتنين ستة اتنين في اتنين اربعة اتنين في واحد واحد فبيطلع عندي الجواب مية طبعا اتنين في اتنين اتنين ميتين وستة واربعين الان راح نضيف الفواصل للجواب بما انه هنا عندي خنتين عشريات وهنا ما فيش ولا خانة اذا راح نضيف الفواصلة بعد خنتين عشريات فراح يكون الجواب هو الف اتنين وستة واربعين من مية طيب نيجي الان لتنين اتنين بيحكي لي ما قيمة ستة واثنين وثلاثين من مية ضرب تمانية من عشرة ايضا بنفس الطريقة زي ما حكينا بنضرب العددين في بعض بعدها بنضيف الفواصل العشرية 632 ضرب 8 8 في 2 بيطلع عندي 16 6 وباليد 1 8 في 3 24 زائد 1 25 8 في 6 بيطلع عندي 48 زائد 2 بيطلع عندي 50 اذا هذا الجواب اللي راح يطلع عندي بدون فواصل الان عشان نعرف ومدى نحط الفاصلة بدي اعد عدد الخانات العشرية في الاعداد المضروبة لهم العددين هدولة هنا عندي خنتين وهنا عندي خانة عشرية يعني هحط الفاصلة بعد ثلاث خانات عشرية اذا الجواب الصحيح راح يكون عبارة عن جيم اه بلاحظ انه هنا جيم طبعا هي صحيح بعد ثلاث خانات عشرية ولكن العدد غلط المفروض يكون خمسة وستة وخمسين من الف يعني الجواب اجابة راح تكون عبارة عن ذات طبعا جيم بعد ثلاث فاصلات عشرية بس الرقم هذا غلط مش خمس مية وستة المفروض يكون ستمية وخمسين من الف طيب ما قليمة متي اتنين وستعش من مية ضرب مية طبعا قلنا لما نضرب في عشرة او مضاعفاتها بنزيع الفاصلة العشرية بمقدار عدد خانات مساوي لعدد اصفار الرقم لما انه انا عندي سفرين حنزيح الفاصلة عشرية خنتين يعني راح يصير الرقم عبارة عن ميتين وستة عشر ما قيمت تلاتة واربعين فاصلة ستة من عشرة تقسيم عشرة طبعا عكس الضرب قلنا في الضرب بنزيح الفاصلة الى اليمين حسب عدد الاصفار في القسمة بنزيح الفاصلة الى اليسار ايضا حسب عدد الاصفار فراح نزيح الفاصلة الى اليسار خانة فراح يصير الجواب اربعة وستة وتلاتين من مية طيب ما قيمة مية وستة واربعين واربع وشين من مية تقسيم تلاتة واثنين من عشرة طبعا لما نقسم عددين زي هيك عشريين على بعض لازم نحول المقام الى عدد صحيح فلازم نضرب التلاتة واثنين من عشرة ضرب عشرة بما انه ضربنا المقام في عشرة لازم نضرب الباست في عشرة عشان نحافظ على النسبة طيب الباست لما نضرب في عشرة الفاصلة راح تتحرك خانة لليمين فراح يصير الرقم الف واربع مية واثنين وستين فاصلة اربعة تقسيم اتنين وثلاثين طبعا عشان نجيب هذه القيمة لازم نعمل عملية القسمة المطولة فنيجي الان للقسمة المطولة الف واربع مية واثنين وستين فاصلة اربعة تقسيم اتنين وثلاثين طيب واحد تقسيم اتنين وثلاثين بزبطش هنحط سفر 14 تقسيم 32 بص بطش هنحط 0 146 تقسيم 32 قدش رح يطلع عندي طيب أنا بعرف انه 120 فيها كم 30 فيها 4 فبالتالي نجرب 4 4 في 32 4 في 2 بيطلع عندي 8 و4 في 3 بيطلع عندي 12 يعني الجواب رح يطلع عندي 128 طيب 146 ناقص 128 6 ناقص 8 بص بطش هنسلف هنا 1 هتصير هدي 3 16 ناقص 8 بيطلع عندي 8 3 ناقص 2 بيطلع عندي 1 1 ناقص 1 بيطلع عندي 0 اذا زاد عندي 18 18 تقسيم 32 بص بطش هننزل لتنين نزلنا لتنين 182 تقسيم 32 32 طبعا انا باعرف انه 18 عبارة عن 3 في 6 فبالتالي انا هنا رح اجغب الخمسة 5 في 32 قدش بيطلع عندي طيب عشان نعرف 5 في 32 32 ضرب 5 عشان نشوف قدش بيطلع عندي الجواب 5 في 2 بيطلع عندي 10 5 في 3 بيطلع عندي 15 1 16 يعني رح يطلع عندي الجواب 160 182 ناقص 160 قدش بيطل عندي بيطل عندي 22 طيب بيطل عندي 22 تقسيم 32 هل بوضبط لا بوضبطش اذا هننزل الاربعة بس قبل ما ننزل الاربعة طلعت في طريقنا الفاصلة اذا رح نطلعها في الجواب صحة ولا لا طيب 224 اكب 32 فيها لو قسمناها على 32 قدش بيطلع عندي طبعا بدنا نجرب لو جربنا 6 6 ضرب 32 بيطلع عندي تقريبا 192 فلو ضفت عليها كمان واحد يعني لو ضربتها في 7 7 في 32 بيطلع عندي 224 يعني بيطلع الناتج عبارة عن سفر فاذا الجواب النهائي اللي طلع عندي 45.7 وهو الجواب با طبعا لازم اكون بعرف كيف اعمل عملية القسمة المطولة طيب نيجي الآن لسؤال 6 ما قيمة 36.9 من 10 تقسيم 3 طبعا عشان قسم عدد 10 على عدد صحيح لازم نعمل القسمة المطولة ولكن هذا السؤال سهل جدا لانه 36 تقسيم 3 بيطلع عندي 12 وتسعة من 10 تقسيم 3 بيطلع عندي 3 من 10 اذا بقدر بسهول اعرف الجواب حتى بدون ما اعمل القسمة المطولة اولا انه راح يطلع الجواب اطناعش وتلاتة من 10 طيب ما قيمة 11.5 تقسيم 4 مقربا لأقرب عدد صحيح طبعا عشان نقرب لأقرب عدد صحيح ل11.5 لما بدنيجي نقربها بما انه هنا موجود عندي نص اذا هنضيف عليها واحد هتصير 12 تقسيم 4 12 تقسيم 4 رح يطلع الناتج عندي 3 نيجي الآن لسؤال 2 اجد الناتج عندي الف بيحكي لي اتنين وتسعة من عشرة ضرب سبعة طبع لما نضرب عدد عشري في عدد صحيح زي ما حكينا لازم نضرب العددين في بعض وبعدها نشوف الناتج اللي بيطلع عندي ونحط في عدد الخانات العشرية في الاعداد المضربة اذا 29 ضرب سبعة سبعة في تسعة بيطلع عندي 63 سبعة في اتنين بيطلع عندي 14 زائد ستة بيطلع عندي 20 طيب 203 وين بدنا نحط الفاصلة العشرية بعد خانة واحدة لانه هنا مفيش عندي غير خانة واحدة وهان مفيش ولا خانة اذا هنحط الفاصلة العشرية هنا يعني رح تطلع الاجابة عبارة عن 20 فاصلة 3 من 10 نيجي الآن لباب عندي 78 و28 من 100 مضربة في عشرة ومضربة في عشرة طبعا زي ما حكينا لما نضرب في عشرة او مضاعفاتها هنحرك الفاصلة خانة عشرية حسب عدد الاصفار هنا عندي سفر حركناها خانة وهان عندي سفر حركناها كمان خانة فرح تصير الفاصلة العشرية هنا يعني الاجابة رح تكون 87 او 8728 والفاصلة رح تيجي بعدها فبالتالي هذه هي الاجابة الناتجة جيم نفس الحاجة عندي 24 ضرب 4 وخمسة وثلاثين من 100 رح نضرب هدول العددين طبعا لاحظوا انه هذا العدد عندي خانتين وهذا ثلاث خانات فلما نيجي نضرب بدون فواصل بنحط 435 ضرب 24 عشان نشوف قديش رح يطلع الناتج طيب اربعة في خمسة الآن رح نيجي نضرب العدد الاول اللي هو الاربعة اربعة في خمسة عشرين سفر وباليد اتنين اربعة في ثلاثة اطناعش زائد اتنين اربعة عشر اربعة وباليد واحد اربعة في اربعة ستتاعش زائد واحد بيطلع عندي 17 زائد حنضيف سفر بعدين رح نضرب الاثنين في كل العدد اللي فوق اتنين في خمسة بيطلع عندي عشرة اتنين في ثلاثة بيطلع عندي ستة واحد بيطلع عندي سبعة اتنين في اربعة بيطلع عندي تمانية فلاحظوا هذا عندي الناتج اللي موجود عندي إذن رح نجمع الرقمين هنحط لعندي سفر هنحط لعندي قديش أربعة سبعة وسبعة رح يطلع عندي أربعة عشر أربعة وفي اليد واحد واحد وواحد وثمانية رح يطلع عندي عشرة إذن رح يطلع عندي عشرة الناتج فبالتالي هذا هو الحل الناتج عندي طب الآن نجمع الفواصل للعشرية طبعا زي ما احنا ملاحظين الاربعة وعشرين عدد صحيح فش فيه ولا فاصلة عشرية بس الاربعة وخمسة وتلاتين من مية فيها فاصلتين عشريتين فيها خنتين عشريات إذن رح نحط الفاصلة بعد خنتين عشريات يعني رح يطلع الجواب عندي مية واربعة واربعة من عشرة فهذا هو الجواب النهائي اللي رح يطلع عندي بنفس الطريقة ستة وثلاثين من مية ضرب تلاتة واربعة من عشرة رح نيجي نضرب ستة وثلاثين ضرب أربعة وثلاثين ونشوف جديش بطلع معي الناتج رح نيجي الآن للأربعة بالأول أربعة في ستة أربعة وعشرين أربعة في تلاتة واثنين أربعة وطعش زائد هنحط صفر ونضرب التلاتة في العدد ستة وثلاثين تلاتة في ستة عندي ثمانية وفي اليد واحد تلاتة في تلاتة تسعة وواحد بطلع عندي عشر نيجي الآن نجمع أربعة وصفر أربعة أربعة وثمانية اطناعش واحد واحد اثنين والواحد بتنزل زي ما هي فبيطلع عندي الجواب ألف ومتين وأربعة وعشرين بس ضل أنه نحط الفاصلة العشرية تبعية الحل لاحظوا أكمل خانة موجودة عندي عشريات في الأعداد المضروبة هنا عندي خانتين وهنا عندي خانة واحدة إذن وحنحط الفاصلة بعد تلات خانات عشرية يعني رح نحط الفاصلة هنا فهذا هو الجواب اللي رح يطلع معي نيجي لها تسعة عشر وأربعة وخمسين من مية تقسيم عشرة طبعا لما نجسم أي عدد على عشرة زي ما حكينا بنزيح الفاصلة إلى اليسار عدد خانات بحسب عدد الأصفار يعني حنزيح الفاصلة إلى اليسار خانة واحدة فرح يطلع الجواب واحد وتسعمية وأربعة وخمسين من ألف فهذا هو الجواب الناتج طيب نجي الآن لواو عندي 18 و 32 من مية تقسيم تمانية يعني عندي عدد عشري تقسيم عدد صحيح ففي هذه الحالة رح نستخدم القسمة المطولة 18 و 32 من مية تقسيم تمانية واحد تقسيم تمانية بزبطش يعني فيها سفر 18 تقسيم تمانية فيها قديش فيها 2 2 في 8 بطلع عنده 16 الناتج بطلع عنده 2 2 تقسيم تمانية بزبطش إذن وصلنا للفاصلة العشرية هنطلعها في الجواب هننزل بعدها الثلاثة 23 تقسيم تمانية أيضا فيها 2 2 في 8 فيها 16 23 ناقص 16 رح يطلع عنده الجواب 7 طيب 7 تقسيم تمانية بزبطش إذن هننزل لتنين اللي موجودة عندي 72 تقسيم تمانية قديش بطلع عنده 9 لأنه 9 في 8 بطلع عنده 72 فبيطلع عنده الجواب 0 إذن الناتج أو الحل لهذا السؤال عبارة عن 2 و 29 من 100 اللي هو نتج عندي من القسمة المطولة 2 و 29 من 100 فهذا هو حل المطلوب واو نيجي الآن لسؤال 3 أستخدم الآلة الحاسبة ثم أضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي لتصبح المقارنة صحيحة طبعا كل هذه العمليات لازم نستخدم الآلة الحاسبة فهنا رح يطلع عندي الرقم متساوي لأنه أساسا نفس الرقمين مضروبين في بعض هنا رح يطلع عندي هذا المقدار أكبر لما نضرب في 100 أكبر من لما نضرب في 10 اللي هو اتنين في خمسة هانا راح يطلع عندي المقدار هذا اللي موجود عندي اكبر هانا راح يطلع عندي المقدار هذا اكبر وهانا راح يطلع عندي المقدارين متساوية زي ما احنا شايفين طيب نيجي الان لسؤال اربع سؤال اربع بيحكي لي لدى عمر قطعة ارض مساحتها 13 ونص دنم قام بتقسيمها الى قطع متساوية المساحة مساحة كل واحد ونص دنم زرع في كل قطعة نوعا من المزروعات يختلف عن البقية ما عدد انواع المزروعات التي زرعها عمر طبعا عشان نعرف عدد انواع المزروعات اللي زرعها عمر بدنا نعرف عدد القطع الارضية اللي قسم الها القطع الكبيرة طيب عشان نعرف عدد القطع انا عارف ان كل قطعة مساحتها واحد ونص وعدد القطع او مساحة القطع الكلية 13 ونص اذا عدد انواع المزروعات ايش بيساوي 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 عدد القطع عدد القطع اللي هو بيساوي المساحة الكلية 13 ونص تقسيم مساحة كل قطع واحد ونص دنم طيب لما نجسم 13 ونص على واحد ونص ايش قلنا بنسوي عندي عدد عشري تقسيم عدد عشري قلنا انه بدنا نحول المقام الى عدد صحيح فعشان نحول الواحد ونص لعدد صحيح لازم نضربها في عشرة اذا لازم نضرب البسط ايضا في عشرة يعني هذا الكلام حيساوي 135 تقسيم قديش تقسيم 15 طيب انا بقدر اجيب الجواب مباشرة ولكن لو انا معرفتش اقدر اجيب الجواب رح استخدم القسمة المطولة 135 تقسيم فبيطلع الجواب عندي عبارة عن 9 يعني 9 انواع من المزروعات او 9 قطع من الاراضي كل قطع فيها نوع مختلف من المزروعات نيجي الان لسؤال خمسة يتقاضى موظف راتبا سنويا قدره 758.4 دينار فما راتبه الشهري طبعا عشان نجيب الراتب الشهري لازم نقسم الراتب السنوي على عدد الاشهر في السنة اللي هو 12 فبالتالي راتبه الشهري يساوي 758.4 تقسيم 12 عشان نحل هذا السؤال لازم نستخدم القسمة المطولة فنيجي الان نستخدم القسمة المطولة 75008.4 تقسيم 12 طبعا 7 تقسيم 12 بزبطش هنحط سفر 75 تقسيم 12 اه انا بعرف انه 6 في 12 بطلع عندي 72 اذا الناتج بيضال عندي 3 تقسيم 12 بزبطش طيب رح ننزل السفر 30 تقسيم 12 قدش بطلع عندي 30 تقسيم 12 فيها 2 اتنين في 12 بيطلع عندي قدش بيطلع عندي 24 فراح يزيد عندي قدش ستة ستة تقسيم 12 بزبطش هنزل التمانية 68 تقسيم 12 فيها خمسة خمسة في 12 فيها ستين الباقي تمانية لاحظوا الان وصلنا للفاصلة العشرية لانه 8 تقسيم 12 بزبطش فراح ننزل الاربعة بس قبل ما ننزل الاربعة لازم نطلع الفاصلة العشرية في الجواب وبعدها بننزل الاربعة 84 تقسيم 12 رح يطلع عندي سبعة سبعة في 12 بيطلع عندي اربعة وتمانين اربعة وتمانين ناخص اربعة وتمانين بيطلع عندي سفر اذا هذا هو الجواب تبع السؤال يعني الراتب الشهري حيكون عبارة عن ستمية وخمسة وعشرين فاصلة سبعة من عشرة دينار طيب نيجي الآن لباب اذا بلغ توفيره الشهري مية وخمسة وعشرين وسبعة من عشرة دينار فكم يبلغ مصروفه الشهري يعني اذا وفر من المبلغ هذا مية وخمسة وعشرين وسبعة من عشرة دينار قديش بيظل انه يصرف من هذا المبلغ طبعا لو نقصنا ستمية وخمسة وعشرين فاصلة سبعة ناقص مية وخمسة وعشرين فاصلة سبعة بيظل عندي الجواب خمسمائة دينار يعني المصاري كلها راكبه الشهري ازا ازا وفر منه مية وخمسة وعشرين وسبعة دينار سبعة من عشرة دينار رح يضل عنده خمسمائة دينار بيقدر يصرفها طيب نيجي الآن لسؤال ستة ارادت الام صنع فطائر زعتر فقسمت عجينة طولها تمانية وتلاتين واربعة سنطي اربعة من عشرة طبعا الى قطع متساوية في الطول طول كل منها تلاتة واثنين من عشرة سنطي فما عدد هذه القطع اكم قطع رح تطلع عندي طيب عشان نعرف عدد القطع لازم نجسب تلاتمية وتلاتين فاصلة اربعة هذا هو عدد القطع هيساوي الطول الكلي تقسيم طول كل قطع اللي هو تلاتة فاصلة اثنين من عشرة طبعا عشان نحل هذه المسألة لازم نخلي المقام عبارة عن عدد صحيح يعني رح نضربه في عشرة لانه هنا عندي خان عشرية واحدة فبالتالي بما انه ضربت المقام في عشرة فلازم نضرب الباست في عشرة فهذا الكلام بيساوي تلاتمية واربعة وتمانين لما انه لما نضرب الباست في عشرة رح نحرك الفاصلة خانة الى اليمين تقسيم اثنين وتلاتين لانه ايضا لما نضرب المقام في عشرة رح يصير اثنين وتلاتين يعني هنحرك الفاصلة خانة الى اليمين طيب لما نقسم هذا الرقم تقسيم اثنين وتلاتين طبعا هنستخدم القسمة المطولة تلاتمية واربعة وتمانين تقسيم اثنين وتلاتين تلاتة تقسيم اثنين وتلاتين بيزبطش هيطلع الجواب سفر تمانية وتلاتين تقسيم اثنين وتلاتين فيها واحد واحد في اثنين وتلاتين بيطلع عندي اثنين وتلاتين تمانية وتلاتين ناقص اثنين وتلاتين بيطلع عندي ستة طيب ستة تقسيم اثنين وتلاتين بيزبطش هننزل الاربعة اربعة وستين تقسيم اثنين وتلاتين بيطلع عندي اثنين 2 في 32 بيطلع عندي 64 فبيطلع الجواب عندي 0 إذن الجواب بيطلع عندي 12 قطعة يعني عدد القطعة اللي موجودة عندي إذا كان طول كل قطعة 3 و 2 من 10 سانتي عبارة عن 12 قطعة نيجي الآن لحل أفكر قطعة أرض مستطيلة الشكل قام صاحبها بوضع سياج حولها بلغ طوله 96.7 من 10 متر إذا كان عرض القطعة 18.3 متر فما طولها طيب لاحظوا عندي إذا كانت أنا هذه القطعة عندي من الأرض المحيط تبعها 69.7 من 10 متر عندي عرض قطعة الأرض 18.3 متر يعني هنا 18.3 وهنا عبارة عن 18.3 جديش العرض هذا اللي راح يكون موجود عندك فهذا هو اللي بدية أو قديش الطول لقطعة الأرض طيب أنا عارف أنه الطول الكلي لا السياج عبارة عن قديش عبارة عن 96.7 طيب 96.7 لو نقصنا منها العرض هذا العرض هذا العرض هذا العرض هذا اللي هو عبارة عن 18.3 في اتنين بيضل عندي الطول مضروب في اتنين يعني بيضل عندي طول وطول فبالتالي عشان نجيب الطول والطول اللي هو الطول ضرب اتنين لازم ننقص 96.7 ننقص منها 18.3 ضرب اتنين طيب راح ننقص منها 18.3 ضرب اتنين عشان نجيب الطول ضرب اتنين يعني الطول مضروب في اتنين حيساوي العرض مضروب في اتنين زي ما احنا شايفين راح ننقصه من الطول الكلي اللي هو عبارة عن المحيط طيب 18.3 في اتنين لما نضرب 183 في اتنين زي ما حكينا قبل هيك اتنين في تلاتة بيطلع عندي ستة اتنين في تمانية بيطلع عندي ستة عشر اتنين في واحد بيطلع اتنين زائد واحد تلاتة ولما نحط الفاصل العشرية بعد خانة واحدة اذا راح يطلع الجواب 36.6 يعني حيساوي 96.7 ناقص هذه القيمة راح تطلع 36.6 طيب لما نقص ستة وتسعين ناقص ستة وتلاتين قديش بيطلع عندي ستة وتسعين لما نقص منها ستة وتلاتين بيضل عندي ستة او ستين فاصلة سبعة من عشرة ناقص ستة من عشرة بيضل عندي قديش واحد من عشرة فهذا الطول عبارة عن ايش عبارة عن الطول ضرب اتنين يعني عبارة عن هذا الطول زائد هذا الطول بعد ما رقصنا من المحيط اللي هو العرض والعرض طيب الان عشان نجيب الطول لحاله ايش هنسوي هنقسم هذا الرقم على اتنين ستين فاصلة واحد تقسيم اتنين طيب لما نعمل عملية الخصمة المطولة ستين فاصلة واحد تقسيم اتنين ونشوف قديش بديو يطلع معنا ستة تقسيم اتنين بيطلع عندي تلاتة تلاتة في اتنين بيطلع عندي ستة اذا هيزيد سفر هانا هيضل عندي سفر زي ما احنا شايفين السفر هذا رح يطلع مباشرة على الجواب وحينزل عندي الواحد الواحد تقسيم اتنين قديش عبارة اه لاحظوا انه هانا عندي الفاصلة العشرية قبل الواحد فراح نحط الفاصلة العشرية واحد تقسيم اتنين بيضبطش اذا هنحط سفر هننزل بعدها سفر هنا عشرة تقسيم اثنين بيطلع عندي خمسة خمسة في اثنين بيطلع عندي عشرة عشرة ناقص عشرة بيطلع عندي سفر إذن الإجابة اللي بتطلع عندي عبارة عن تلاتين وخمسة من مية يعني ستين فاصلة واحد من عشرة تقسيم اثنين بيطلع عندي تلاتين وخمسة من مية متر هذا هو عبارة عن الطول الواحد اللي موجود عندي لقطعة الأرض طبعا زي ما احنا شايفين في القسمة المطولة 60 تقسيم 2 بيطلع عندي 30 30 في 2 بيطلع عندي 60 بيزيد عندي 0 طيب وصلنا للفاصلة العشرية حطينا الفاصلة 1 تقسيم 2 بيزبطش اذا هنحط 0 هننزل هالجادة 0 بقدر الان احط 0 زي ما بدي 10 تقسيم 2 بيطلع عندي 5 5 في 2 بيطلع عندي 10 فبيطلع عندي الجواب النهائي 0 فبالتالي هذا هو الطول الخاص في قطعة الارض بعد ما قسمنا الطول ضرب 2 اللي هو مجموعة الطولين هدولا تقسيم 2 اصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة اذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات ايضا بتمنى تشاركوا الفيديو لاكبر عدد ممكن ولجميع اصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف اسفل الفيديو ايضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف اسفل الفيديو حتفيتكو كتير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وإلى لقاء جديد موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة